اشتركوا في القناة وخمس اشواط اللي بيكسب تلاتة بيفوز فمصطفى دي صورة نجمنا البطل طبعا كان بيلعب زي ما قلت لحضراتكم البيروفي ديجو إلياس خسر اول شوتين والشوت التالت وصلت النتيجة عشرة تمانية لديجو إلياس يعني خلاص نقطة ويتنتهي المباراة تلاتة صفر بصوا الجمال وبصوا الاسرار يقوم مصطفى يقلب النتيجة في الشوت التالت من عشرة تمانية لتناشر عشرة يكسب يكسب أربع نقاط متتالية وديجو ما يكسبش ولا نقطة طب هل اكتفى بكده يعني مصطفى لأ فاس بالشوت الرابع وفاس بالخامس يعني فاس تالت رابع خامس دي طبعا قبضة مصطفى عسل لأنه ما سدقش احنا نفسينا كلنا قلنا خلاص مصطفى خسر فالحقيقة يعني كان أداء رجولي كان فيه يعني إصرار كبير جدا على المكسب وكان فيه ريمونتادة كبيرة جدا عملها مصطفى عسل هنا مصطفى فاز بالبطولة دي أكيد أكيد هتفرق معاه في النقاط وأكيد هتفرق معاه في التصنيف العالمي مصطفى ماشي كويس مش لازم كل بطولة بيخش يكسبها ولكن هو بيشارك في عدد بطولات كبيرة لازم في نهاية الموسم يكون مجمع نقاط كويسة دايما تحافظ عليه في التصنيف خلي بالكم مصطفى قبل غير مصطفى بعد مصطفى قبل كان مصطفى صاعد ناشئ الناس لسه بتعرفه فكان فيه دافع والناس بتلعبوا يمكن مش بكل قوتها لأنه لعب صغير وكان طريق لعبه كمان مختلفة كان لسه صغير مصطفى دلوقتي بقى لعيب بطل عالم بقى من أحسن لعيبة في العالم فاللعيبة نازلاله ومحضراله كويس كل لعيب نازل بلعبه وعايز يكسب مصطفى عشان يبقى اسمه كسب مصطفى وميكسب بطل العالم فإذا هنا بقت الكمبيتشن أصعب وبقى الحفاظ على مركزه العالمي أو الرانك العالمي أو التصنيف العالمي بقى أصعب يعني اللي جاي لمصطفى أصعب بكتير من اللي فائل وصوله القيمة سهل ولكن الحفاظ عليها أصعب مصطفى الفترة اللي جاية ولسه عنده 21 سنة الفترة اللي جاية هيلاقي مقاومة عنيفة جدا في كل البطلات لازم دا يتأكد بالإصرار زي ما شفنا لازم يتأكد بتطوير الأداء واللعب لازم ما يسيبش هفوة والسبات الانفعالي لازم يكون فيه سبات انفعالي قوي جدا لأن المباراة كلها تبقى كده يا مصطفى والحكام هتبقى المباراة هتلاقي فيه قرار عكسي فيه قرار حكم مش هيعجبك فالسبات الانفعالي مع اللعيبة والأداء الفني والسبات الانفعالي تجاه الحكام الفترة اللي جاية موضوع مختلف خالص مع مصطفى عسل عشان يفضل على القمة لازم يطور من المنتاليتي والسيكولوجيا بتاعته وده اللي معودنا عليه مصطفى مصطفى بيركز مع نفسه كويس جدا 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 فتصور أنا بحلل الفترة اللي جاية مصطفى الفترة اللي جاية عشان يفضل على قمة التصنيف عشر سين جايين لازم يكون فيه الكلام اللي قلت لحضركم سايفين الصورة دي يعني مخبوط وبتاع بس فيه إصرار قوي جدا من مصطفى ولا فارق معاه ولا تكلم مع الحكام بالرغم من أنتوا شايفين زي فيه بوكس أوت أو فيه تحجيز بظهره نطر مصطفى عسل وقعه ولكن فيه إصرار وفيه يعني عزيمة أن مصطفى يكسب وأكيد ما كسبش 3-2 بعد ما كان متأخر 2-0 إلا ما كان عنده إصرار وعزيمة وثبات فعلي يعني إذن هو عنده نتمنى كل التوفيق لمصطفى وكل أبطلنا وناسبة لأسبوع الجاي إن شاء الله هتنطلق بطولة النادي الأهلي المفتوح في بطولة كل نادي بيعمل بطولة بطولة النادي الأهلي هتنطلق الأسبوع القادم على مجمع السكواش في مقر النادي الأهلي بالجزيرة وهيشارك فيها كل لعبين ولعبات النادي الأهلي للسكواش زي ما قلت لحضراتكم بيبقى كل نادي بيحدد معاهد في أجندة على الاتحاد المصري للسكواش وكل فرقة وكل نادي بيطلب معاهد معاهد لبطولته النادي الأهلي بطولته الأسبوع القادم نتمنى كل التوفيق طبعا مصطفى هيلعب نادي إن شاء الله تلعب سنة إبراهيم كله كله هيلعب إن شاء الله هيلعب كله إن شاء الله المبريات هي انطلقت كمان ده هما بيقولولي كمان انطلقت تمام أنا بتكلم كمان الرجال الرجال يمكن أنا اتكلمت عن الرجالي هتنطلق الأسبوع جاية ولكن هما صحوا لي المعلومة بشكركم إنه انطلقت الناشئين أنت عندك بتلعب تحت 9 تحت 11 تحت 13 تحت 15 تحت 17 فكان أقصدع الرجالي لأسبوع القادم ولكن بالنسبة للناشئين والناشئات الجينيورز ابتدت خلاص يعني مبارح أو أول أو خلاص يعني الرابط تخلص ويخش على الكبار لأن هما بيختموا بالكبار أو الرجال والسيدات كل التوفيق لنادي الأهلي في التنظيم والنتائج إن شاء الله الجيدة